السلام عليكم ازيكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير فيديو اليوم هنتكلم فيه عن حمام كريم مشهور الفترة دي على الفيس خصوصا في جروبات العناية بالشعر بتاعة البنات طبعا حبيت ان انا اجربه خصوصا انه سعره رخيص جدا جدا حمام الكريم الموجود معانا النهاردة يا جماعة حجمه كبير ما شاء الله كبير قوي 700 ملي فوى كبير جدا اسم كيلوباترا تمام ب25 جنيه بس انا شريعة ب25 جنيه جربته من اسبوع واحد بس استخدمته في الاسبوع ده 3 مرات بصراحة لا انا حسيته ان هو فعلا لما في عملية تصفيف الشعر او تسريح الشعر فيه فعلا يعني نتيجة واضحة جدا جدا انا في البداية بخسل شعري بشامبو كويس جدا جدا بنضف شعري وبعد كده بحط حمام الكريم بتاعي على اطراف الشعر وعلى الشعر نفسه بس الجذور لأ وبسيبه حوالي ربع ساعة وبعد كده خلاص بخسل شعري اللي انا هبحسه ان فعلا بيطرق الشعر بطريقة كويسة جدا 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 ولكن ما بيعالجش جفافي يعني هو هيطرق الشعر يعني وقتية يعني هيفضل معاكي مثلا شعرك طري يوم اتنيه لكن مش هيعالج الشعر على عكس حمامات الكريم الطبية اللي هي بتساعد وبترمم وبتعالجه وكده لا ده هيديكي نتيجة وقتية ولكن بالنسبة لسعره فهو يعتبر حلو جدا 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 وخصوصا ان يعني ما شاء الله سعره رخيص فالناس اللي ما عنداش مشاكل فيه شعرها او كده وحبة ان هي تجرب حمام كريم يدي بس تراوة ويبقى شعرها طري كده شوية من غير ما يعالج طبعا الشعر تجرب حمام الكريم ده حلو قوي قوي هو طبعا مكتوب هنا ان هو بخلاصة زبدة الشياء الافريقية المفروض ان زبدة الشياء دي بتضطر لي وكده وليها فواد ولكن طبعا ما اعتقدش ان حاجة بخمسة وعشرين جنيه هيبقى يعني فيها حاجات معالجة تجربوا ومش هتندموا يعني هتمنى ان انا اكون قدرت افيد حضاراتكم ولو حتى بحاجة بسيطة مع السلام